السؤال بعد كده بيقول زوجتي ست على خلق ربنا يبارك لك فيها وتصلي وتصوم وتذكر الله كثيرا بس بتخاف من كل شيء وخصوصا في الشتاء تخاف من المطر والرياح والرعد والبرق تخاف تعدي الشارع الخوف عندها وصل لدرجة الاعياء بتتعب جامد جدا جدا على الرغم من انها بتقول الازكار ماذا افعل لها جهد الخوف وهو دوت خلاص هي محتاجة شويتين ثلاثة ان هي دعم نفسي بدل هي خلاص ابتدى يحصل لها هذا الحد ان حياة بدأت تتعوق ونحن عندنا امارة وعلامة على امتى ان انسان يحتاج الدعم النفسي يعني نعمل ايه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء انما شفاء العي السؤال فلازم نروح لمتخصصين لان دوت بيحتاج في كتير من الاحيين بعض العلاجات عشان نقلل نسب افراز بعض الامور في الدماغ لان دوت لازم في المخ لان دوت لازم يتعادل احنا في كتير من الاحيين بيبقى عندنا هذا الخوف بيبقى خوف بسيط وفي ناس كتيرة بيحصل لهم قدر من الكآبة معروفة اسمها كآبة الشتاء ان هو ايه يحصل له كده نوع من انواع الاحساس بعدم الراحة والاحساس بالحزن والاحساس وانتو عارفين الخناء اللي بتدور ما بين الناس من اللي بيحب الصف ومن اللي بيحب الشتاء كتير من الناس اللي بيقولوا احنا منحبش الشتاء نحبش الشتاء عشان هذا القدر من الكآبة لكن لا لكن احنا اللي بتكلم عنه ده ده قدر مبالغ فيه قدر زيادة لما حضارك بتقول مش عايزة تعدي الشارع مش عايزة تعمل اي شيء بتخاف انه يحصل برء وابرعد او يحصل اي ده اه في الاطفال بعديتهم بيخافوا من الحياة ده ازاي ده لكن لما تبقى كبيرة وعندها اولاد وحصل له ده ويحصل له هذا الخوف باحنا محتاجين دعم نفسي طب تعمل ايه لغاية ما يحصل انها تتلقى الدعم النفسي وانت دايما بنقول للناس بس عشان ما يطلق بطوش بس اوة تختبر ربنا لما تيجي تقول مش الله سبحانه تعالى قال ألا بذكر الله تطمئنه القلوب نعم ألا بذكر الله تطمئنه القلوب ولكن الله سبحانه تعالى زي ما حضرت النبي قال ما انزل الله ده الا وانزل له دواء وحضرت النبي قال تداوى وعباد الله يبقى احنا لازم نتداوى الاذكار في الحقيقة دي عبادة بيني وبين ربنا عبادة بيني وبين ربنا بتخلي قلبي وانا شغال في التداوي بفهم اني ده من عند الله سبحانه تعالى ان الحال اللي انا فيه دوت من عند الله فإن اللي حاصل فانعكس ده على ان انا اكون من اهل الرضا ويكون عندي صبر فإن اللي حاصل فتتحول هذا الحال الذي عندي ان يفتح عليها باب المعاملة مع الله لان الله سبحانه تعالى ما ارسل هذا الا لأدخل على باب العبادة احنا بقى بنعمل ايه بنخلي باب العبادة ده بديل عن الدواء لا خالص ده الدواء كمان عبادة يعني التداوي مش ورد فيه فعل امر تداوى وعباد الله يبقى خلاص إلا حاصل يبقى دواء تواجب علينا يبقى دواء واجب شرعي يبقى انا لما باخد الدواء ولما اشرب الدواء ده عبادة كما انني اذا صبرت واذا رضيت ده كمان عبادة فمين قال ان هي عبادة واحدة بس اللي عبادة الاذكار لا كل دي عبادات زي بالزبط ايه اللي حاصل فيه واحد طالب طالب العلم بيعبد الله بانه ايه يحصل العلم وبيعبد الله بانه ايه يتواضع وبيعبد الله انه ايه انه وكمان ينكسل الى الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على انه جعله ماذا محل لنعمة التعلق اه يعني هي مش عبادة واحدة احنا متعودين ان احنا دايما لما نشوف الحاجة نشوفها من مدخل واحد ده مش صحيح يبقى انا عندي عبادة بانانا اتداوى وعند عبادة بانان اصبر وعند عبادة اننا برضى وعند عبادة كمان اننا اتأمل في حالي وعند عبادة كمان اننا اطلب الدعم وتعاون على البر والتقوى فدي جملة من العبادات ما ينفعش اننا اسبها و ارميها المترجم للقناة